تخيل نفسك نائما في منتصف ليل هادئ بينما تتسلل خطوط الدخان الأولى بصمت عبر منزلك حاملة معها نذير كارثة وشيكة لا يمكنك رؤيتها ولكن هناك حارس صامت يعمل في الخفاء مستعدا للانطلاق في أي لحظة لإنقاذ حياتك وحياة أحبائك هذا الحارس ليس شخصا بل هو جهاز متواضع يعتمد على قوة خفية قوة تعرف بالإشعاء هل تسألت يوما لماذا تحمل أجهزة الكشف عن الدخان في منزلك رمز مشاع صغيرا على صندوقها؟ هذا الرمز الذي يثير قلق هو في الواقع مفتاح فهم كيفية عمل أحد أكثر الأجهزة فعالية في حماية الأرواح والممتلكات من الحرائق كاشف الدخان الأيوني أو كاشف الدخان المشاع لقد أحدث انتشار كواشف الدخان في المنازل ثورة حقيقية في المجال السلامة حيث تشير الإحصائيات إلى أنها قللت وفيات الحرائق المنزلية بنسبة تصل إلى 50% منذ انتشارها الواسع دعونا نكشف معان الأسرار براء هذه التكنولوجيا التي تعتمد على المحلال الإشعاعي للكشف عن الدخان ونكشف عن الكيفية التي تحمين بها هذه الأجهزة الصامتة مع إلقاء الضوء على الأنواع الأخرى من كواشف الدخان ومقارناتها بهذا الحارس النوم الصغير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم يكمن سر أجهزة كشف الدخان الأيونية في مادة مشععة دقيقة للغاية تسمى الإمريسيام 241 هذه الكمية الضئيلة التي تبلغ حوالي 3 من 10 مايكرو جرام فقط توجد داخل حجر التأيين معدنية ذات فتحات تسمح بمرور الهواء والدخان من خلالها يعد الإمريسيام 241 عنصر مشععا لأنه يحتوي على 95 بروتونا و146 ميترونا في نواتي و95 إلكترون في غلافه هذا التكوين يجعله غير مستقر مما يؤدي إلى إضم حلاله وانبعاد جسيمات ألفا إن اختيار الإمريسيام 241 كمصدر إشعاعي في كواشف الدخان ليس عشوائيا بل هو نتيجة لدراسات دقيقة لخصائصه السبب الرئيسي يكمن في عمر النصف الطويل والمناسب بهذا العنصر والذي يبلغ حوالي 432 سنة وعمر النصف هو الفترة الزمنية التي تستبرقها نصف لرات العنصر المشعع لتتحلل هذا العمر الطويل يضمن أن الكاشف سيعمل بكفاءة على مدى فترة طويلة تتجاوز العمر الافتراضي للجهاز الذي يتراوح عادة بين 7 إلى 10 سنوات مما يعني أنك لم تحتاج إلى استبدال الكاشف بسبب نفاذ المدى المشعع إضافة إلى ذلك ينتج الامريسيام 241 جسيمات ألفا التي تتميز بقوة تأيين عالية وفي نفس الوقت تتوقف بسهولة عند استضامها بأي شيء مما يجعلها آمن الاستخدام في الأجهزة المنزلية وتاريخيا لم يكن الامريسيام 241 هو الخيار الوحيد في بعض الأجهزة القديمة تم استخدام البليتونيوم 238 كمصدر المشعع ومع ذلك فإن الامريسيام 241 أصبح الخيار المفضل والقياسي في كواشف الدخان الأيونية نظر لخصائصه الفيزيائية والكيميائية الأكثر ملاءمة واستقراره الكيميائي مما جعل الامريسيام 241 مصرحا به للاستخدام في الأجهزة المنزلية يطلق الامريسيام 241 جسيمات ألفا عالية الطاقة وسيعت الحركة بشكل لا يصدق هذه الجسيمات هي في الأساس نواهيليوم تحتوي على بروتونين ونيوتونين تنطلق هذه الجسيمات بسرعات هائلة تصل إلى 15 ألف كم في الثانية وهو ما يقارب 5% من سرعة الضوء هذه الكمية الهائلة من الطاقة الحركية هي ما يجعل الإشعاع خطيرة إذ لم يتم التعامل معه بشكل صحيح ولكن داخل الجهاز يكون آمنا تماما عندما تصطدم جسيمات ألفا هذه بذرات الغازات الموجودة في الهواء داخل حجرة التأيين مثل النيتوجين والأكسجين فإنها تنتزع منها الإلكترونات تعرف هذه العملية باسم التأيين الإشعاعي وتؤدي إلى تكوين أينات موجبة الشحنة وهي ذرات وجزئات فقدت إلكترونات وآلاف الإلكترونات الحرة يمتلك جسيم ألفا واحد طاقة كافية لتأيين ما يقارب عشر تلاف أيون أكسجين ونيتوجين وتتكون حجرة التأيين من لوحين معدنيين مشحونين بشكل متعاكس يتم تطبير يهد كهربائي من بطارية علىها بين اللوحين بحيث يكون اللوح العلوي مشحونا بشحنة موجبة واللوح السفلي مشحونا بشحنة سالبة ونظرا لتجازب الشحنات المختلفة تنجزب الإلكترونات السالبة إلى اللوح العلوي الموجب بينما تنجزب الأيونات الموجبة إلى اللوح السفلي يؤدي هذا التدفق المستمر للإلكترونات إلى إنشاء تيار كهربائي صغير يمكن قياسه هذا التيار الذي يبلغ حوالي 50 بيكو أمبير يمثل خط الأساس عندما لا يكون هناك دخان في الغرفة ولكن ماذا يحدث عندما يقتحم الدخان المشهد؟ يتكون الدخان من جسيمات مختلفة مثل أول أكسيد الكربون والثاني أكسيد الكربون والمواد غير المفترقة والمعكبات المتطائرة عندما يدخل الدخان الناتج عن النار أو المواد القابل للاشتعال إلى حجز التأيين فإنه يعترض كل من جسيمات ألفا وجزيئات الهواء المؤينة والإلكترونات تلتسق جزيئات الدخان بالأيونات المشهونة مما يؤدي إلى إعادة هذه الأيونات إلى حالتها الكهربائية المتعادلة وهذا يمنع الإلكترونات من الوصول إلى اللوحة العلوية والأيونات الموجبة من الوصول إلى اللوحة السفلية هذا الانقطاع والنفس الحاد في التيار الكهربائي هو ما تقيسه الشريحة الدقيقة داخل الكاشف مما يؤدي بدوره إلى تشغيل الإنذار الصوتي ويفضل استخدام جسيمات ألفا في هذا التطبيق لأنها تتمتع بأكبر قدرة تأيين مقارن بأنواع لشعال أخرى مثل بيتا وجاما مما يضمن تدفقا ثابتا للتيار في الظروف العادية ورغم طاقتها الهائلة عند الإنبعاث فإن جسيمات ألفا تتوقف بسهولة بأي شيء تقريبا مثل بضع سنتيمترات من الهواء مما يجعلها آمنة تماما داخل الجهاز المغلق نظرا لحساسية كواشف التأيين العالية للجسيمات الصغيرة لا ينصح بتركيبها بالقرب من المطابخ فبخار الطهي أو حتى جسيمات الطعام المحترقة قليلا يمكن أن تتسبب في إنذارات كاببة مما قد يدفع البعض إلى تعطيل الكاشف وهذا يعرض حياتهم للخطر بالإضافة إلى كواشف الدخان الأيونية هناك نوع شائع آخر هو كاشف الدخان الكهروضوئي تعتمد هذه الكواشف على مبدأ مختلف تماما لاكتشاف الدخان يعمل كاشف الدخان الكهروضوئي باستقدام غرفة استشعار للضوء تحتوي على مصدر ضوء لنت وخلية ضوئية في الظروف العادية لا يصل شعاع الضوء مباشرة إلى الخلية الضوئية ولكن عندما يدخل الدخان إلى الغرفة يتشتت جزء من الضوء بفعل جزئيات الدخان مما يؤدي إلى وصول الضوء المتشتت إلى الخلية الضوئية عندما تكتشف الخلية الضوئية هذا الضوء فإنها تولد تيارا كهربائيا يؤدي إلى تشغيل الإنذار عند حد معين وبمجرد توقف هذا التيار وإزالة الدخان سيتوقف الإنذار نجد أن أجهزة الكشفة الكهروضوئية تتميز بقدرة أفضل على استشعار الحرائق البطيئة أو المتواهجة وهي الحرائق التي تنتج كمية كبيرة من الدخان قبل اندلاع اللهب وبالتالي الحرائق الأكثر دخانا بشكل عام أما كواشف التأيين فتكون أكثر استجابة للحرائق المشتعلة وسريعة الانتشار التي تنتج لهبا كبيرا وجزئيات دخان أصغر حجما أما من ناحية الأمان فإن كل النوعين آمنان للغاية عند الاستخدام الصحيح ومن ناحية التكلفة فإن كل النوعين يعتبران غير مكلفين نسبيا مما يجعلهما الأكثر شيوعا في الاستخدام المنزلي بالإضافة إلى هذين النوعين هناك أنواع أخرى أكثر تكلفة وهي أجهزة الكشف المبكرة للحريخ التي تستخدم في الأماكن التي تتطلب حساسية عالية جدا وحماية للمستندات السرية أو الخوادم الكمبيوتر هذه الأجهزة أكثر حساسية وتسمح بمستويات مختلفة عديدة من الكشف والإنذار وتعتمد فكرة عملها على سحب الهواء بوسطة مروحة قوية ليمر عبر مرشحات لإزالة الغبار ثم يدخل إلى مستشعرات شديدة الحساسية تعتمد على تقنيات الليزر لتحليل الهواء واكتشاف أصغر جزئيات الدخان في مراحلها المبكرة جدا مما يتيح إصدار إنذار مبكرة الغاية قبل تطور الحريب وفي الختام إن أجهزة كشف الدخان سواء كانت أيونية تعتمد على قوة الإمريسي 241 المشاع أو كهر ضوئية تستخدم مبدأ تشتط الضوء هي خط الدفاع الأول في نظام إنذار الحلق وعلى الرغم من أن فكرة المواد المشاع قد تبدو مكيفة للوهلة الأولى فإن الكميات المستخدمة في أجهزة كشف الدخان الأيونية صغيرة جدا وآمنة تماما عند استخدامها بالطريقة الصحيحة الهدف الوحيد من وجود الإمريسي 241 هو استغلال خاصية إطلاق جسيمات ألفا لتأيين الهواء وتوليد تيارا كهربائيا وهو التيار الذي ينقطع فورا عند دخول جزيئات الدخان مما يطلق الإنذار وتذكى أن صيانة كواشف الدخان أمرا حيوي لضمان استمرار عملها بكفاءة لا يقتصر الأمر على استدال البطاريات بالانتظام بل يجب عليك اختبار الكاشف شهريا بالضغط على زر الاختبار الخاص به للتأكد بأنه يعمل بشكل زحيح والأهم من ذلك إن أجهزة كشف الدخان على الرغم من أمرها الطويل من حيث بمادة المشعة فإن لها أمرا افتراضيا محدودا يبلغ حوالي عشر سنوات بعد هذه الفترة تفقد الأجهزة فعليتها بسبب تراكم الغبار وتدهوى مكوناتها الإيطرونية ولذلك يجب اشتبدالها بالكامل بعد عشر سنوات من تاريخ الصنع لضمان استمرار الحماية إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا وضع علامة الإعجاب واشتراك في القناة وحتى نلتقي في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته